السلام عليكم أعزائي التلاميين صف الثالث ابتدائي مادتنا لهذا اليوم قراءة في محاضرة سابقة قمت بعطائكم الجزء الأول من موضوع الطيارة الورقية وتعلمنا كيفية صنع الطيارة الورقية مثل ما حضارها سعيد اللي كانت متكونة من ورقة كبيرة على شكل مربع ومثل ما تشوفون شرائط ملونة وخيط مربوط هذا الخيط بيلفه على مبوب قصير ويمسكه بيده وايضا صمغ ومن يساعده أخوه الأكبر اللي هو أخو سعيد هو سعيد وهذا أخو الكبير يساعده على صنع الطيارة ان شاء الله راح نكمل اليوم الجزء الثاني من موضوع الطيارة الورقية يقول عندما عندما نربط عندما نربط الورقة بالخيط من وسطها نسحب الخيط ونركض فيتحرك الهواء ويدفع الورقة من أسفلها وكلما زادت سرعتنا في الرقض زادت حركة الهواء ورفع الطيارة إلى الأعلى شيئا فشيئا حتى نراها تحلق في الفضاء كما تحلق الطيور قال سعيد ولماذا نعمل ذينا لها قال أخوه إن الذيلة يساعد الطيارة على التوازن قال سعيد لقد ساعدتني في صنع طيارتي وعلمتني كيف تطير فشكرا لك هذا هو الجزء الثاني من موضوع الطيارة الورقية يبدأ يشرح إنه في هذا الموضوع كيف يتم عملية ركض وسحب الخيط والركض وشان يتحرك بالهواء يقول عندما نربط الورقة بالخيط هذه الورقة اللي تشوفونها عندما هذا الورقة يقول عندما نربط الورقة بالخيط من وسط هذا شوفون هاي الورقة هاي وسط الورقة من هون ومن هون ربطها بالخيط ورح نسحب الخيط وإحنا نركض طبعا أخو سعيد هو رح يركض فرح يتحرك الهواء الهواء نعرف إحنا لا يمكن رؤية الهواء الهواء لا يمكن رؤيته فرح يتحرك الهواء رح يساعد على دفع الورقة من أسفلها من أسفل الورقة وكلما زادت سرعتنا في الركض أشقد ركضنا وزادت السرعة رح أشتزيد حركة الهواء طبعا اللي تحيط بالبينة طبعا إحنا رح يرفع الطيارة إلى الأعلى شيئا فشيئا حتى نراها تحلق ومثل إيش طبعا هاي الطيارة ذكرنا بشنو ذكرنا بالطيور الطيور اللي تحلق في السماء زين أيضا سعيد سأل أخوه الكبير قالوا لماذا نعمل ذي ليش أن نعملها نعمل طيارة ذيلا أجابوا أن هذا الذير رح يساعده على التوازن حتى تتوازن ما تكون مائدة إلى جهة معينة حتى تتوازن بعدين آخر شيئا سعيد شكر أخاه على مساعدته له شوفوا قال سعيد لقد ساعدتني في صنع طيارتي وعلمتني شكر أخوه الكبير رح يتقرأته أيضا شوفوا عندما نربط الورقة بالخيط من وسطها نسحب الخيط ونركض فيتحرك الهواء ويدفع الورقة من أسفلها وكلما زادت سرعتنا في الركض زادت حركة الهواء ورفع الطيارة إلى الأعلى شيئا فشيئا حتى نراها تحلق في الفضاء كما تحلق الطيور قال سعيد ولماذا نعمل ذينا لها قال أخوه إن الذيل يساعد الطيارة على التوازن قال سعيد لقد ساعدتني في صنع طيارتي وعلمتني كيف تطير فشكرا لك هذا طبعا الجزء الثاني من موضوع الطيارة الورقية عزائي التلميذ هذا الموضوع يكتب مرتين على الدفتر يكتب مرتين قرح أمطيكم كلمات جديدة اللي هي كلمات أو مفردات التنزيل عندنا أول كلمة راح تكون وساطها شوفوا عندما نربط الورقة بالخيط من وساطها كلمة وساطها وساطها عاية تنزل وس سي نفتوح وساطها 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 عندنا كلمة أخرى هي أسفليها أسفليها طبعا أسفل الورقة يقصد بها وسط الورقة أسفليها 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 عندنا كلمة سرعتنا 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 وأخر كلمة هي كلمة التوازن التوازن إذن صار عندنا مجموعة كلمات جديدة اللي هي وسطها أسفلها وكلمة سرعتنا وكلمة التوازن هذه الكلمات أعزاء التلاميذ تنزل على الدفتر مع كتابة الموضوع مرتين وإن شاء الله عند استئناف الدوام سيتم جمع الدفاتر وتصليحها ووضع عليها درجة بإذن الله هذا الموضوع تم انتهاء إن شاء الله وأعيد كلمات التنزيل التوازن سرعتنا أسفلها ووسطها مثل ما قدتلكم يكتب مرتين مع تنزيل هذه المفردات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته